في أسئلة بتدايق كنتو كرجالة وبتبقوش طيقين نفسكو وفي أسئلة بتدايقنا إحنا هاستات وبنبقى مش طيقينكو عادي جد صحيح نتكلم بصراحة خلينا نبتدي بالأسئلة اللي احنا بنسألها لكم آه الأسئلة عمتا أصلا فكرة السؤال حرام أساسا إنت ابتدت هالي ابتدت لي الحلقة فكرة السؤال حرام سلاموا عليكم السؤال أساسا فكرة السؤال حرام يعني طبعا دي دعابة بس فعلا فكرة الأسئلة الكتير فكرة مزعجة جدا أولا إذا كانت بالنسبة للرجل بقى الأسئلة اللي انتو بتسألها صعبة ليه علينا رجالة ما بتحبش الأسئلة اللي بتشغل دماغة فيها آه أو اللي هي هتبزل فيها مجهود آه لأن احنا يعني احنا محطوطين يا حبيبي مال هتبزله مجهود في ايه حتى السؤال مش عاجبكو تتسأله حبيبي والله تعبنين انتو حتىش قادرين تردوا لا ما انا هديكي نوعية الأسئلة أسئلة فعلا أسئلة لو زعية شوي يعني اه يعني تحسي فعلا قلاش إجارات قولي قولي يعني بالنسبة للرجل أنا بقول من وجهة نصر رجل رجل مثلا لو السؤال الأثير دايما انت لسه بتحبني السؤال ده عند الرجل ليه ليه مزعجة لهو عنده في الدفولت بتاعه أكيد لسه بحبك لأنه لو حصل جديد هبلغي يعني هبلغيك هطلقي هبلغي كسيبك هطلقي طالما ما فيش جديد الوضع مستقر فالسؤال ده بالنسبة له غير منطقي بس لو عالسؤال ده احنا كالست ما بتطلبوش ما بتسألوش السؤال ده بالذات غير لما بتكون في لحظة جميلة حميمية في لحظة عاطفية حبيب انت يسه بتحبني زي الأول يعني استحالة ست هتسأل السؤال ده في لحظة عصبية لا أكيد مش عصبية بس هي بتسأله في كل الأوقات بمعنى وكل وقت وكل وقت ليه معنى عندها يعني لما بتسأله في اللحظات اللطيفة دي بتبقى عايزة تسمع الإجابة اللي هي متأكدة منها أكيد لما بتسأله في أوقات الشك في العلاقة أوقات العلاقة بتمر بمراحل شك مراحل شك في العلاقة وثيقة بقت قوية أي واسعات في المشاكل فبتبقى عايزة تتأكد إنه اللي بيحصل والأجواء العامة اللي مش لطيفة قوي دي مش مؤثرة على جوهر العلاقة فبتبقى عايزة الإجابة دي تمام فالراجل طول وقت يعني السؤال الأولاني ده سؤال موزع وفيه سؤال على فكهة كوميدي جدا خلي بالكم يا جماحنا نهاردة بنتكلم في مفاتيح نهاردة مفاتيح أسئلة معينة أسئلة خبيثة من الست ومن الراجل أنا بعرف هو بيعمل إيه بالأسئلة دي فهي أه بتعصبني وبتعصبه بس النهاردة احنا بنلعب في إيه الغاز الأسئلة يعني أول سؤال معنا وأنت لسه بتحبيني يا حبيبي زي الأول ولا إيه شكلك اتغيرت معايا شفت التون إحنا أسكية بننزل بالتون ده لازم التون الحناية لما تنزل بالتون ده عفة ليه بتنزل بالتون ده عشان عايزة الإجابة في نفس الحتة دي عايزة إجابة رومانسية هادية على نبه هادية بزاق فده سؤال بيعصبك بيعصبك عشان أنت ما بقيتش تحبها زي الأول لأنه ما فيش جديد ولا ما فيش واحدة تانية على الساحة لأنه ما فيش جديد ولو فيه جديد هبلغك يعني ده منطق الراجل ده منطق الراجل يعني ردي على السؤال ده لو فيه جديد هبلغك يعني لو حصل جديد أكيد هيحصل حاجات السؤال التاني ساعات الست بتبقى يعني بتحب بفكرة إنها تكون رقم واحد وده حقها طبعا فتعمل إيه تشوف أغلى حاجة عند الراجل في معنى وطبعا إحنا في الغالب كراويين يعني رجالة بالكاف مش بالقاف وبالقاف حلو ببعش مش كال إن إحنا بنحب الكرة مثلا فالسؤال لو أنا زمن كراوي زي يعني ولو أنا حد أهلاوي يعني أهلاوي أهلاوي زي أه بصف كده فيبقى السؤال مثلا بالنسبيني منافس عني في النهار بتحبيني أكتر من الزمالك أو بتحبيني أكتر من الأهلي فيه ست بتسأل السؤال آه آه هو بيبقى سؤالكم ده سؤال سازجاو آه بس هو بيبقى ما أنا بقولك هو سؤال فني شوية بس هو برضو بتبقى وبتيجي عفها دي بتيجي السؤال ده بيجي إمتى في عز الماتش في عز الماتش آه آه لا أنا ضد الست زي دي آه لا تسأل أنا بأعتبقى فني لا أنا ممكن أعمل حركة أخبث من كده من خبس أكتر لا أنا ممكن أخدوا معي خرجوا في أي حاجة طوارق وقت الحقني بسرعة أنا تعبيني تعالي نزل معه في شيء يعني ده لو ست خبيثة أنا باولد عايزة تشوف أهمياتها هي ولا الماتش لا يعني ممكن أعمل حركة زي دي لكن ما اسألوش فسط الماتش أنا أنا ولا الزمالك ولا أهدي آه لأ شوفين لأ أنت دماغك خوايا جدا آه طبعا تتحذر أليه كامل إنتوا ليه بتتعصبوا لما أجي أكلمك مثلا كاميراتك اللي هو مرة ما ردتش تاني مرة خلاص إحنا عندنا الألارمي بيشتغل خلاص فيه تان تان فيه حاجة غلط آه عاصل إنت متعود ترد علي من أول ما برن عليك بالظبط خلاص أنا ستت مراتك ومتعودها عادي بالظبط خلاص إنت من أمتى بتكانسل ما إنت عادي بيتكلمني وبترد علي في الوقت ده أول سؤال أنا ستت هسأله أو أنت بتردش ليه تمام ليه السؤال ده بيعصبك وإنت أصلا ما بتردش تمام أنت ما بتردش خلينا نعتبر دايما أن فكرة الأسئلة شبه لامتحان وهو لامتحان يعباره عن مجموعة أسئلة الرجل ما بيحبش السؤال الإجباري يسلام مش لامتحان فيه سؤالات اختار سؤالك إحنا ما نحبش السؤال الإجباري السؤال الإجباري بيحسسني أنه قدام محكمة تفتيش ودي شوية فعلا صعبة رجال لجزئين اللي هو السؤال الإجباري أنه بمعنى إجباري لازم يجاوب عليه وبمعنى تاني أنه هو لازم يلاقي أسباب مقنعة عليك خد بالك أنت لما بتسأليني كده لو أنا قلتلك ببساطة ما سمعتش تليفون أو كنت مجهول أو كنت في اكتماع مش هتأخذي الإجابة دي فأنا كرجل هحاول أفكر في إجابة تكون مقنعة عليك فممكن أبان غير منطقي ففهم أنت لك مش هتجيب قوي يعني أنتو برد في نفس اللحظة بتهنجوا فأنا مش طعف تجيب الإجابة أنا لو في حتة تانية أنا لو زي ما قلتلك قبل كده دايما نقول أن رجال عندنا احنا بنشتغل بمنطق الغرف المتجوعة في قوضة مقفولة دي قوضة الشغل دي قوضة اللعب دي قوضة الزوجة دي قوضة الحمى دي قوضة الأم دي قوضة الصحاب فأنا لو في قوضة مثلا قوضة الشغل جوه عقلي أنا دلوقتي في الشغل وأنتي بتكلميني أنا ما قدرش أقفل للقوضة دي وأطلع منها ببساطة زيكم وأنتو بتعدوا كده أنتو عاملين زي القتيل الحاجات فاتحة لو عضيها كده يعني ما فيش فكرة الاستقلالية أنت تقدري تنقلي دلوقتي حالا أنت ممكن تكوني دلوقتي في العرب بيستسمعي المخرج وبتكلميني وبتفكري في حاجة في البيت أنا لو حصل كده هتحس بارتباكي حالا لو فكرت في حاجتين مع بعض لو حاجة كده هاخرق من بره تركيز عشان كده أنتو بتتقفشوا بسرعة عشان كده ما بتعرفوش تكذبوا كتير عشان إحنا كستات مالتي تاسك ومالتي في كل حاجة ده حيب جد أنا بص أنا بنباهر بنباهر في السيدات في الحتة دي أنا بجد أنا فعلا أحيانا مثلا في الاستشارات مثلا بقدم ساعة استشارات تلفنية أكتشف وده حقيقة بجد حصل معي كتير جدا وبتعيت وبتكلم في مشكلة بتأثر في حياتها وأعمل إيه وبالصدفة مثلا ألاقيها بتحل مثلا بتحل همورك مع بنتها وثانية واحدة راح تفتح الباب للديليفر وجابت حاجات وحزبت وحاجات وما بحسش إلا بالصدفة إذا حصل معلومة يعني أنا محستش هي حصل حاجة فقالت فأنا بقول إزيه ده أنا بكل تركيز ومعرفش أعمل حاجة تاني وبسمع بس ما لو أنا في قلب المشكلة فالحتة دي بتخلي رجل يبزل مجهود